ناحية تانية حسامة عبد المجيد زي ما محمد عبد المرع مدافع شاب هنا بيسجل للاعله وبيكسبه حسامة عبد المجيد بنفس الطريقة بالرأسية من ضربة سابتة بيسجل للزمالك وبيكسبه الملاحظة النهاردة فهداء الزمالك انه الزمالك ما كانش اداءه ممتع ما كانش نتائج كبيرة يعني النتائجة ما كانش كبيرة كلمتوقع النهاردة من فريق مجهول زي دا ان الزمالك يعمل عليه سكور بس يمكن عشان فريق مجهول فالزمالك ما كانش عارف يذكر وانا وطلقوا الكلام ده مبارح بالمناسبة اذا تجد تقول لي ايه اكارين ما انت ممكن ما تعرفش فلمو دوت بس المفروض نادي الزمالك بالجهاز فني ويعرفه فريق فلمو ده كويس مفيش اصلا متارية المتاحة للنادي ده النادي ده ممكن ما يكونش بيتصور في بروندي النادي ده اصلا حتى لو بيتصور في بروندي فبيتصور بقالة سيئ جدا فانت اصلا مش عايف تقرأ المرعب فكده كده الاجهزة الفنية في المواقف اللي اذا دي ما تعرفش الفرقة فمش اقول لك اتفاجئوا بيها بس انا مش عارف نقاط الضعف مش عارف احفاظها مش عارف العب عليهم عرضيات ولا اشتغل من وراء البكات ولا ألعب على التصريبات ما عرفش فبستكش في الفرقة اثناء المباراة تمام ده واحد اتنين الزمالك النهاردة عنده اكتر من صفقة جديدة الوردي نضاي عمر جابر فلعيبة دخلة جديدة في التشكيل لعيبة مهمة زي امام عشور مش موجود في التشكيل فأداء النادي الزمالك النهاردة في المجمل ما كانتش عظيم بس الفوز جيد لانه على حسابات الورق لحسابات الضمنية هو كان خارج الملعب فبرضه خد خطوة لقدام نادي الزمالك في السعود لدور الستاشر هو والنادي الاهلي وايضا في يوتشالفاز النهاردة على كلام بهدفين مروان محسن ومن الاهداف ايضا اللي كانت جميلة مصطفى البدري يسجل الهدف التاني في الوقت المحتسب بدلا من الضوء من الشوت التاني مليون مبروك للنادي الاهلي مليون مبروك للنادي الزمالك مليون مبروك للفيوتشالف يا رب دايما تفرحونا مستني الاهلي والزمالك في نهاية قرن جديد في نهاية دورة ابطال افريقيا نحب نشوف فيوتشال وبراميز في نهاية بطولة الكونفيدرال الافريقية انا بقولك بحسابات اللاعبين والقوام اللي موجود في الاهلي والزمالك وبراميز وفيوتشر هما الأفضل يمكن في البطولتين سواء على مستوى دوري أبطال أفراقية أو على مستوى ألكون فضالية مش بنقول كده بمنطق أن احنا يعني متعاطفين مع فرقنا المصرية بس انت لما تبص على باقي الفرق لا احنا أفضل المهم نصك في قدراتنا ومن ضيعش مباريات دون أي داعي